تصاعدت وطيرة الهجمات على ميليشي الحوثي في محافظة شبوة ومأرب عبر القوات الحكومية وبإسناد جوي كثيف لطيران التحالف العربي بعد أن فشل المجتمع الدولي في إقناع ميليشي الحوثي بالتوجه على طاولة الحوار لإنهاء الحرب وإيقاف نزيف الدم استعاد الجيش اليمني بإسناد التحالف ثلاث مديريات في محافظة شبوة خلال أسبوع فقط مثل هذا التطور صدمة لدى ميليشي الحوثي وأنصارها وأفقدها توازنها النفسية والعسكرية وحتى السياسية الصدمة تجاوزت حدود اليمن إلى طهران التي فهمت الرسالة جيدا فالمجتمع الدولي لن يقبل بتجاوز الخطوط الحمراء التقى ناطق ميليشي الحوثي بوزير الخارجية طهران في مسقطة على أهامش زيارة لعدة عواصم خليجية يبحث فيها عن ما يطفئ الحريق الذي يشتعل بذراعه في جنوب الجزيرة العربية الرسالة وصلت مبكرا إلى الضاحية الجنوبية فقد تجاهل حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة الحديث عن التطورات في محافظة مأرب واختفت من القنوات التي تدعمها إيران أي إشارة إلى المعارك الدائرة حول أسوار مأرب الراسخة في قلب الصحراء بعث الطهران رسائل ناعمة إلى جوارها الخليجية وأبدت استعدادها لفتح علاقات مع السعودية تحديدا رغم المعوقات كما صرح المتحدث باسم خارجيتها فإيران التي لا تكترث للخراب في البلدان العربية ليست حريصة على السلام إلا بالقدر الذي يهدد نفوذها وأذرعها فيها تحترق أوراق العبتي وتضيق مساحات المناورة فإيران باتت تتقلب بين صفيح ساخن يحرق ذراعها في اليمن وبين صقيع المفاوضات النووية في شتاء أوروبي قارس وحصار اقتصادي يخنق أنفاسها فهل ستأتي غصة طهران ثمارها بانفراجة على اليمن السعيد أم تبحث إيران عن فرص للمراوغة لتلتقط أذرعها أنفاسها وتعاود اللعب على الطاولة من جديد